الاختبار المغير ودائماً لما بتشوفوا أشخاص بيتكلموا لإلك على الشاشة أنا شخصياً تغيرت حياتي بنعمة الرب وحاولتني إنسان جديد اختبرت الحياة الجديدة واختبرت الحياة الأبدية واختبرت الضمان الأبدي ووجدت واكتشفت من كلمة الله إنه فعلاً الله صادق في مواعيده بيعطي حياة أبدية وبيكتب الأسماء في سفر الحياة فالمسيحية ليست مجرد كلمات متناثرة أو اختبارات عشوائية لأن الرسالة هي واضحة جداً رسالة المسيح مش عم بيضور على أتباع ولا عم بيضور على أعداد حتى بالحقيقة أن رب يسوع كذا مر في الإنجيل المقدس مكتوب ورجع كثيرون وفي مرات تانية في أشخاص سألوا أتبعك أينما تنضي قال ليس لأحد أو ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات وهكذا كان مش عم بيضور على العدد ولا بيضور على كم شخص أجى لإله أو تبعه لكن في رسالة أبدية مغيرة في حياة هذا الإنسان الذي يختبر خلاص المسيح ومن هذا المنطلق أنا عاوز نتكلم في هذا الموضوع ونوضح بعض الأمور حتى نكتشف أنه من خلال هذا الاختبار أنه كثير ناس آمنت بالمسيح دفعت ثمن من أجل إيمانها بل بالعكس واجهوا الاضطهاد واجهوا أقصى العذابات وواجهوا كل التحديات في هذه الحياة لأي سبب آخر من الأسهل أنه يترك المسيح لكن كان عنده قناعة جادية جادة أنه أنا أتبع المسيح مهما كلف الثمن فأنا بدعوك اليوم إذا أنت فعلا حياتك باردي ولا حياتك فاتري أو إن كنت تبحث عن يسوع المسيح هذه الحلقة اليوم مهم جدا لحياتك